تحياتي كتير مننا بيهمل او بينسى تغيير فلتر الوقود او فلتر البنزين تعالوا نشوف مدى خطورة اهمال تغيير فلتر البنزين كل ده هنشوفه بالفيديو بعد الفاصل نتابع مع بعض لو عربيتك ضعيفة في السحب ولما تيجي تدوس على دواست البنزين تلاقي عزم المطور او عزم العربية ضعيف او لو العربية بتغيب معك في الضوارة يعني بتاخد وقت اطول في التشغيل او مثلا بتلاقي اني العربية وانت ماشي بتعمل فرقعة من الشكمان وبتتخنق وبتطفي منك بشكل مفاجئ او لو لقيت اني العربية بتستهلك ترمبات بنزين او ردخات بنزين كتير عمال على بطال بدون اي مبرر تركب الترمبة تلاقيها بتتحرق معك اول بول وبعد كده تيجي تبص تلاقي اني العربية مش بكفائتها الاولانية وصوت المطور لما تيجي تدوس بنزين تلاقيه بيعلى معك ولكن العربية ما بتسحبش طبعا كل دي بتشير الى علامات تلف فلتر الوقود او انسداد فلتر البنزين علشان نقدر نعمل التجارب ونقتنع بموضوع انسداد فلتر البنزين بدأت اجيب فلترين من نفس النوعية لمحرك سيارة واحد طبعا الفلتر وظفته انه بفلتر البنزين طبعا معايا هنا هوت فلتر اصلي انا ماشي عليه حوالي اربعين الف كيلو ومعايا فلتر كوبي ماشي عليه ستين الف كيلو او سيارة قعد فيها الفلتر لحوالي ستين الف كيلو طبعا باستخدام الصاروخ لان ده فلتر معدني بدأت اقص الفلترين داير ميدورة علشان نقوم بالتجربة ونعرف ونفهم ايه اللي موجود داخل الفلتر طبعا بعد ما قصيت الفلتر لو انت متابعني الحلقة السابقة عرفنا ازاي نفرق بين الفلتر الاصلي والفلتر المضروب طبعا الفلتر الاصلي بتكون مساحة سطح الفلترة كبيرة على عكس الفلتر المضروب او الفلتر اللي معمول تحت السلم او اللي هو مش اوريجنال بتكون مساحة الفلترة اقل علشان نيجي نجري التجارب طبعا هنعمل اختبار دلوقتي قدام حضراتكو بدون فواصل علشان نعرف ايهما افضل في الفلتر ولكن انا الفلتر الصغير اللي هو المضروب دا ماشينا عليه فترة اكبر من الفلتر الاصلي وبالتالي اعتبر دا مسدود علشان ابدأ الاختبار بدأت اجهز ادوات الاختبار بدأت اجيب كوبايتين بدأت اجيب بعد كده حامل واركب عليه الفلتر عن طريق وصلات خرطيم صغيرة واستخدمت فيهم الكافر اللي بيكون مغطي الفلتر بعد كده بدأت اجيب نفس نوعية الوقود اللي كان بيقوم الفلتر بتكررها وفلترتها كوبايتين مليانين بنزين بنفس الكمية بعد كده بدأت اصب البنزين في الكافرات اللي قطعتها وقصتها لحظ معي لحظة نزول البنزين في الكاميرا من الجانب الشمال تحت خالص او الجانب اليسار من اسفل الشاشة تلاقي اني الفلتر الطويل اللي هو الاوريجنال اللي ممشناش عليه كتير اسرع في نزول البنزين عن الفلتر اللي على اليسار او اللي على الشمال اللي انا مشيت عليه كيلو متر اكتر طبعا هنا سرعة تدفق الوقود في الجنب اليمين الفلتر اللي انا مشيت عليه 40 الف كيلو اسرع من الجنب الشمال اللي انا مشيت عليه 60 الف كيلو حتى كمان لو جينا نلاحظ نلاقي اني الفلتر ده نيكل شوية الفلتر ده متغطي بالاوساخ والترصبات لاني ده مشى كيلو متر اكتر نيجي نبص كده نلاقي الفرق بين الاتنين طبعا ده انضف من ده شوية اهو زي ما واضح يعني لو قربنا الاتنين من بعضهم طبعا هنا برضو المسام اللون مختلف ده مليان شوايب اكتر ده يعتبر الى حد ما انضف في النهاية اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير ولو عندك اي استفسار اكتب كومنت اسفل الفيديو شكرا ديكم